موسيقى اهلا وسهلا بيكو في اولى حلقات برنامجنا حكايات الناس كل واحد مننا عنده حكاية وكل باب وراء حكاية هنحكيها في حكايات الناس الاول بنرحب بصديقتي اسماء غزالة ازاي ازاي اسماء ازاي ازاي دكتورانة عامل ايه؟ عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله ان شاء الله برنامج موفق باذن الله النهاردة نتكلم عن ايه بقى باذن الله النهاردة عندنا حكايتنا حكاية بتهم المجتمع المصري والعربي والعالم وهو العلاج بالاعشاب علاج الامراض المزمنة وعلاج الامراض المستعصية بالعلاج بالاعشاب العلاج بالاعشاب ده كان موجود من القدماء المصريين كان ايام القدماء المصريين كان فيه معاهد للطب وكان الكهنة هم اللي كانوا بيعالجوا الناس ولازم بيدرسوا في هذه المعاهد ويبقى أطباء يعني مش أي حد يبقى طبيب كده في أيام الكودباء المصريين وبعد كده تطورت الموضوع وكان فيه برديات كمان وجدناها البرديات دي وجدناها فيها تركيبات وأعشاب وحاجات مهمة جدا فيها تركيبات للطب البديل دلوقتي يعني حاليا دلوقتي بيستخدم في الطب البديل وكمان لفت نظري أن في القرن الستاشر كان فيه كتاب الكتاب دوت يعني هو كتاب لداود الأنطاقي والكتاب اسمه غريب قوي وهو تذكرت قولي الألباب والجامع للعجب العجاب وهو المعروف بتذكرت داود وبعد تقدم بقى مع تقدم الطب وكورديات الطب وستيدلة فطبعا تقلص بقى دور العجاب ولكن برضو موجود وموجود فعلا في الأماكن البدوية الأماكن اللي هي الجبلية في مصر وفيه أماكن كتيرة والنهاردة مفاجأة أن ديفو البرنامج النهاردة بيجمع ما بين الطب الشعبي والطب العلاج بالأعشاب والجامعة دا كله بدراسة وأنه دارس ويعني بصراحة خبير في طب الأعشاب أهلا ونساعة نزيل حضرتك ومعنا الأستاذ مصطفى الشيخ خبير الطب الأعشاب والطب النبوي عايزينك بقى حضرتك تتكلم معنا بقى في موضوع اللي هو المنتشر قوي قوي الأيام دي اللي هو المناعة إحنا طبعا كلنا دلوقتي كأمهات وكلنا كناس في البيوت مهتمين جدا جدا بزيادة المناعة عند أطفالنا زيادة المناعة عند الناس الكبيرة يعني أهلينا ليه بقى عشان هو الأمراض تقل شوي هتكلمنا في زيادة المناعة أنت دارس بقى أنت خبير بقى إن شاء الله ربنا حفظك وبرك فيك بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أرحب بحضرتك والدكتورة إناس شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة وبالنسبة للأمراض المناعية بتبدأ أول حاجة بالتغذية إن أنا أصحح أسلوب الغذاء بتاعي وبعد كده نبدأ نقول آه ناخد أعشاب إيه ونعمل إيه ترفع المناعة وتضبط المسائل لكن أهم حاجة التغذية رقم واحد لازم نركز هو حضرتك شايف الأيام دي الأطفال كلها بتلجأ للتكوي والحاجات دي يعني كانت زمان أهلنا كانت حاجات تانية يعني كان عندنا تماما مثلا تعمل الحلبة ديت يعني الحلبة ديت النبع صلى الله عليه وسلم قال لو عرفتوا قيمتها لو وزنتوها زي الدهب بالزبط فإحنا دلوقتي لأ الناس اللي طبعا كل الشباب دلوقتي ما فيش الكلام ده بياكلوا تكوي طبعا كل الحاجات دي أساسا كلها ضرر طبعا فإحنا عاوزين حاجة بقى نغير بيها عشان كده بنرد على الرد بتاع حضرتك أنت ما شاء الله عليك بدأت بحديث الحلبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال البيت الذي ليس فيه طمر جياع أهله تماما فلما جمع العلماء بتاع البحث العلم النهاردة بحثوا في الطمر لقوا أن الطمر منجم معادن تماما فأنا ابني وبنتي الصغرى في البيت لما عودهم يقول لك يا بابا أنا عاوز حاجة حلوة لما أدلوا بدل ما أدلوا الشوكولاتة والبنبوني لا أدلوا الطمر الطمر فيه منجم معادن معادن وفي نفس الوقت يعني هو أصلاً اللي بيتغز على الطمر يعني أنا نبي صلى الله عليه وسلم يعني قلتوا جامع الكلم وكان فيه إعجاز في الحديث تماما البيت الذي ليس فيه طمر جياع أهله فالنهاردة لما نفسر جياع أهله أنا فعلاً أنا عندي ناصة تغذية مثلاً أنا عندي أولادي عندهم ناصة تغذية مثلاً عندهم أنميا ليه أنا بروح أكل الحاجات المجهزة زي محرق قلتي وسايب الحاجات اللي هي فيها كل الفائدة فده خاص بموضوع الطمر المعادن أهم حاجة في حياة الإنسان هي المعادن والفيتامينات وهي اللي بتقوم بكل العمليات اللي في الجسم يعني حضرتك في النصحنا بالطمر ده رقم واحد رقم واحد في زيادة المعادن رقم واحد والله لو حضرتك عاوزة تخذي تتصبحي بسبعة ماشي مفيش ونفسك سنة عن النبي وسبعة أو ثلاثة ونفسك مش تقبل يقبى ثلاثة يعني قليل دائم خالوا من كثير من قطع يعني لما يكون ثلاثة كل يوم أنا خدت جرعة الجسم بتاعتي من المعادن والحاجات اللي أنا عاوزها فتفرق معي طب إحنا دلوقتي حدلكوا تكلمتني إن إنت ممكن تعايج الأمراض المزمنة والمستعصية بالطب النبي والطب الأعشاء فهنا أجاوب على السؤال ده بس لو ينفع بس نكمل موضوع التخذية ولا أجاوب مباشر الله يحفظ فهنا أول حاجة بالتخذية إن إحنا المية عندنا ودي نصيحتي لكل بيت وربة أسرة ورب أسرة إن يكون عنده على الأقل خالص فيلتر سلاسي عشان موضوع تلوث المية ومشاكلها لأن المية أساسي في العمليات ثم مأتي بعد ذلك عندنا موضوع التخذية التخذية مهمة جدا التمر من الأساسيات عندنا بعد كده الخضروات الخضروات مهمة جدا ثم بعد ذلك لما نجي نتكلم الأمراض المناعية الأمراض المناعية بتبدأ أول حاجة فإن أنا عندي نقص في المعادة من الفيتامينات في جسمي فبيترتب عليها هذه العمليات ما دي ملجيش في يوم وليلة يعني أنا عندي مرة الأمراض المناعية زي إيه مثلا زي الرمطايد زي الصدفية زي البهاء هل وجدت فعلا علاج لهم؟ بفضل الله بفضل الله عندنا في منظومة كاملة لما نجي مثلا نتكلم على سبيل المثال على الرمطايد على سبيل المثال ده من أصعب الأمراض المناعية اللي موجودة لما نجي نشتغل على مرض الرمطايد بنشتغل بجزئتين أول جزئتين بنقوله صح غذائك خد المعادة من الفيتامينات كاملة ثم بعد ذلك تعالى أقولك نديلك أهم الأعشاب نديلك أهم الأعشاب أول حاجة لازم نوزن ميزان الهرمونات والغدد ولو مسمح لأننا أقول تركيبات أو خلطات نفيد بها الناس يريت يعني فميزان ميزان التركيبة السحرية وهي ميزان الغدد والهرمونات لأي حد عنده مرض مناعي عندنا التركيبة ميزان الهرمونات كامل آتي حاجات سهلة وموجودة في بيوتنا كلها بردقوش الرزميري المرمرية حب البركة رجل الأسد أو لف السباع حاجات سهلة وموجودة التركيبة دي كلها والبابونيك بالتساوي واسلوب ده بتشيلها مع الريق ليه في واحد كتيرة جدا بيضبط المود هتلاقي الهرمونات كلها طبق منتظمة وده أسلوب أساسي في شغلي في طريقة التداوي من أمراض المنعية بيضيق بكورس مدوته مائلة عشان سبعين يوم عشان يجيب نتيجة فعال ثم نأتي بعد ذلك للمشكلة مثلا لما نيجي نتكلم عن الرموطيد الرموطيد في المقام الأول العلماء قالوا أنه هو بروتين بيبني غلط فلما البروتين يبني غلط المناعة بتهاجم المفاصل أو بتهاجم الجزء اللي هو أغلبه برموطيد مفصلي رموطيد مفصلي فتيجي المناعة تهاجم فاحنا بنسيطر على المناعية بالمشروب الجميل اللي أنا قلته دول ونيجي نقول العشاب المهمة جدا للرموطيد تحديدا بننصح بيها كل أخواتنا وإخواننا في البيوت يعني الكوركم رقم واحد الكوركم أفضل مسكن للألام على الإطلاق ومعه موجود في كل مطابقنا بس احنا مش عارفين إمته حضرتك أي حد عنده مرى ببناعي يمسك معلقة من الكوركم ودهبها في شط ما يزال فوار يعني على البارد بوش رابها بسم الله روعة الكوركم من الحاجات اللي شغالة أنا شخصيا شغال بيها بمادة الكوركمين اللي هي مستخرجة من الكوركم على اللي قرر مطايد طبعا مش عايزين برضو إن احنا ننسى إن في علاج الأمراض المناعية عندنا الحجامة وسم إن احنا مرتمين يعني حضرتك بتقصد بإن إحنا أهم حاجة الكوركم إحنا بنتكلم دلوقتي في زيادة المناعة عشان بس ما نتقصش من بعض في زيادة المناعة زيادة المناعة أولا نتكلم إن الكوركم دي حاجة مفيدة جدا لأمراض المناعية ونتكلم كمان عن الطمر يعني أنا بسألك دلوقتي في إن البيوت محتاجة إيه البيوت رقم محل من وجهة نظري الطمر والخضار الخضار بحد أدنى والكوركم الكوركم يعني الكوركم ده أساسا المفروض فعلا زي ما حالك بتقول المفروض إن يعني الناس تستخدموا بقطرة يعني أنا أعرف إن هم في بعض الدول بقوا أصبحوا يعملوا مشروب بالوقتي بقى يتشرب زي النسكافية غلي بيتشرب فعلا وعايزين بردو نتكلم على زي حضرتك أستاذ عبدالله عبدالله عبدالرسول خصائل علاج الحجامة وسم النحو أهلا مساء الله حضرتك حضرتك بقى أكلمنا عن الحجامة وسم النحو ده بسم الله الرحمن الرحيم الحجامة دي سنة عن الرسول عليه الصلاة السلام كان تدوى بها من أسر الشقيقة صداع جاله كان هو مسافر في يعني كان الحجام يسميه أبو طيبة الحجام الرسول عسو السلام كان اسمه أبو طيبة وقام له بحجام فدخلناها سنة عن رسول الله فبترفع برضو المناعة في الجسم بس يكون حجام شاطر عشان يعرف مكان الحجم فيه إن كل مرض له خريط معين حضرتك يقوم بموضوع الحجامة طبعا لازم يكون خبرة وليازم يكون دارس طبعا عشان برضو يقدر غرف كويس خريط عصبية وخريط تشرحية ده باختصار أما سم النحل فيه ناس كتير مش عارفين سم النحل وأن سم النحل بيعالج كثير من الأمراض حالك ممكن تبالي المشاهدين إيه فادي سم النحل ونعرف إيه هو سم النحل سم النحل حضرتك ده كورتزون طبيعي لعلاج جميع الأمراض في الجسم بفضل الله سبحان الله العظيم ده بيخرج من النحل ربنا جال في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب ألوانه فيه شفاء للناس فمن ضمن العصل وسم النحل سم النحل كانت الناس بتتعامل به إزاي يجيب النحل وخليه يبرس ما كان الألم فكان بداود مع اللسع النحل فكانت النحلة يحصل فيها مشكلة هو ليه سموه سم النحل وما سموش لسع النحل عشان دي مادة بتخرج مش من النحل شديدة اللسعة آه فسبحان الله ما كان تلسع النحل للإنسان فكانت تموت طب دلوقتي احنا يعني أنا سمعت ان سم النحل ببقاش عن طريق لسع النحل ولكن عن طريق انه هو فيه حقم بتتحطي تحت الجلد ده هل ده صحيح؟ وحضرتك أنا جالك في الكلام اللسع النحل الأول كان يموت لسببين حاجة من عند الله سبحانه وتعالى انه هي ما تنجلش الأمراض من الله حد تاني تمام وثانيا كان مسامات الجلد بتمسك على الخارج من النحل دي فكانت تموت فدلوقتي فيه أجهزة اخترعت بنحطها في المناحل بناخد منها سم النحل ده ونعمل مصلاك بيتحجن زي ما قلت حضرتك برضو بسن أنسولين تحت الجلد في جميع الأمراض اللي تخطر على بقى حضرتك المستعصية والبدائية والمتوسطة ده على فكرة حضرتك بقى عاوزين نتكلم باستنفاضة بس يعني ده عوزة يعني حلقات في الموضوع ده بإسهل نرجع إن شاء الله للخبير الأعشاب الأستاذ مصطفى الشيخ عاوزين نتكلم بقى على مرض السكر هل مرض السكر ده مرض مزمن وهو طبعا إيه ما مبقاش ليه علاج نهائي أو يعني إن هو ينتهي تماما فحضرتك رأيك إيه في الموضوع إحنا بننصح مرض السكر في المقام الأول صلى الله أنا يشفيه عافي كل مبتلة إن هو في التغذية عشان نخلي البنكرياس يبدأ يحفز أو يطلع أنسولين على قد ما يقدر أو آخر يعني فبنصحه في التغذية إنه رقم واحد لما تيجي تاكل الصبح عزك الله لابد تاكل بصلايا معانش أنت ممكن تشوف أي حاجة تغير طعم بعد كده بس البصل حلاب للأنسولين بننصح كتغذية علاجية البصل البصلة مع الفطار مهمة جدا رقم اتنين نقول له الحلبة الحصى الحلبة الحصى حلاب للأنسولين اشرب منها كباية أو كباتين يوميا بتفرز الأنسولين وفي نفس الوقت بتقول أعصاب بالنسبة للرجال يعني فتقول لأن مريض السكر سبب عنده وهم في الأعصاب فالحلبة بتقوم هذا المقام ثم نيجي نتكلم عن نقول عشبة الطوارئ لما السكر يعل علي دي مهمة جدا ومعلومة سامينة لأي حد مريض السكر رباني يعافي الجميع الكزبارة أكيد معلومة جديدة بالنسبة لكم الكزبارة حاجة أصاد عينينا بس احنا مشارفين امتها حط التحن في الكبأ والخلاط وطبع موجودة عندي بودر جاهز في البطرمان لما السكر يعل علي رقم واحد جابها معلقة كزبارة مطحون في مياه بردة قلبها وباسم الله أشرب ينزل السكر في الحال فدي النهاردة هداية بنقدمها لجميع المشاهدين بالنسبة للشجل على علاج السكر على المدى البعيد احنا متكلم في حاجة قريبة اللي هي تلحق الطوارئ وعلى المدى البعيد التغزير العجية اللي احنا وصفناها الحلبة الحصة مع البصل يعني أنا شغال بقل سنين في المجال بس أول ظهور إعلامي يعني عن تجارب في خلال ثلاث سنين لو انتظم على لو انتظم على طبعا طبعا لازم تابع طبيب المختص لازم تابع طبيب المختصين لازم تابع طبيب المختص واخد أدويته بس يحل بنصحه كتغزير العجية مع الأدوية تساعد بإذن الله الشاف فالتغزير العجية لو مش عليها في خلال دع شفناها ولمسناها في خلال من ثلاث لخمس سنين بفضل الله البنكرياس في أمل في اللهم هو يرجع تاني بس يازم يأخذ مع عشبتين مهمين النبي صلى الله عليه وسلم أو صبيهم قال عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل دا إلا السام يعني إلا الموت حديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في الأمرين من الشفاء الصبر والصفاء الصبر اللي هو الصبر والصفاء اللي هو إيه حب الرشاد فلو واظب على العشبتين دولت مع التغذية الإلاجية زي ما قلنا في خلال تات خمس سنين حبة البركة وحبة الرشاد إما يخدوا المغليين زي الشاي يعني الشاي الكشري يطحنوا ويصوب عليهم المغلية أو يخدوا مسف بالماء كوباة يوميا من حبة الرشاد وحبة البركة بننصح بيها مع التغذية الإلاجية والله شايف ده عن تجربة لمسناها يعني مش جيين لسه هنقول لأ عن تجربة لمسناها وأسد زيتي من قبل يعني طب نكرمه طب تمام طب فيه كمان أمراض اللي هو الغضريف بقى والعمود الفقري العمود الفقري فده حاجاتها مهمة جدا يعني أمراض منتشرة لما نيجي نتكلم نتكلم عن العمود الفقري فيه 80% من الناس اللي انت شايفهم ماشيين في الشارع عندهم منزلق غضروفي منزلق غضروفي طبق أسباب كتير وممكن هي القضية كلها في الألم إن أنا إزاي أعرف أتحكم في الألم إن حضرتك لما الانزلق بيحصل بيضغط على العصب في النقاة الشوكي فيعمل ألم لو فوق في الفقرات العلقية سمع في الدرعات طب لو عندي الانزلق تحت يسمع في القدمين والأستاذ عبد الله حضرتك بالنسبة لانزلق الغضروفي ده ليك بقى السم النحر ده اللي علاج فيه آه اللي علاج طبعا بيتحجن في مكان الألم بالزبط يعني حدد الفقرات بناء على أشعة بعملها طبعا وبحجن بجرعة متعيئة معينة تبدأ من 10 يونت لحد واحد سنطي على مرور الوقت يعني وجاب نتيجة فعالة الله أكبر يعني بسم الله يعني فعلا في ناس تشافت وتعبت من الموضوع آه الحمد لله رب العالمي بفضل الله الحمد لله الحمد لله رب العالمي الحمد لله لو تسمع من أنصح بثلاث أربع عشاب لنزلق الغضروفي قبل ما ننسى يبعنا كده عشان يقبل ألمنا بالموضوع كله عندنا حب البركة والزنجبيل دي تركيبة رائعة لأي حد نزلق الغضروفي حبة البركة والزنجبيل مع الكوريس الكوريس أو الحريق معروف عند العشابين مهمة جدا بتتعامل المشروب زي الشاي الكشري وتتشرب مرتين يوميا قبل الأكل بيجيب نتائج هيلة لو حطنا لها الكركم لو فيه ألام يعني ألام مبرحة الكركم أفضل مسكن ألام بالمعلومة دي دي برضو هدية تاني للمشاهدين أفضل مسكن طبيعي على الإطلاق ثلاث أعشاب موجودين في بيتنا وسهلين والأعشاب دي تأمنة للحوامل المرضعات الأطفال أي حد بفضل الله وسأقول لك هذه حاجة أنا سافرت برة لقيت عاملين عاملين بترامونات مستورادة دواء كله عبارة عن البرشام عبارة عن كركم هو اسمه كركمين أين ماشي هو عبارة عن كركم يعني يعني هم أساسا إحنا بنكلم عن التب النبي والتب البديل والحاجات هم أساسا عملوهم أساسا يعني هو موجود عندهم فعلا في الصيدليات فيه موجود دلوقتي الكركم دوت فهو الكركم ده أكيد ليه فضل كبير يعني فضل الله فهو الأربع أعشاب دولك مع بعضيهم مشروب على الريق يعني قبل الأكل صباحا ومساءا جاءت جدا في خلال 14-15 يوم أوعد المشاهدين لو أصبعنا نقول عيدة في خلال 15 يوم فضل الله التهبات النساء بتروح نهائيا فضل الله ويدعونا إن شاء الله بالكركم فضل الله الكركم حب البركة الزنجبيل الثلاثة مع بعض زي الشا مشروبين يوميا أي حد عنده نزلاجة وضروفي فضل الله طبعا ما ننساش احنا بنعالج المشكلة داخليا بعض الله سبحانه وتعالى وخارجيا فخارجيا عندنا الدهان المتيسر فيه زيت زتون ده فيه ودهم منه زيت زتون أصلي زيت سمسم أو زيت حبة البركة يا بقى لو جمعتهم مع بعض تركيبة رائعة فضل الله لأي مشكلة في المفصل والله كلام عن الحاجات دي يعني عايز عايز كتير جدا حتى بالنسبة لل الحاجات دي برضو في التجميل وفي الشعر والبشرة والحاجات دي فهو احنا عايزين حلقات وحلقات نتكلم في الموضوع دوت بس احنا بس عايزين نتكلم بقى في مثل اللي بتعاني منه بقى الناس في البيوت المرارة بقى والحاجات دي علاجها ايه المرارة؟ المرارة علاجها سهل جدا ودي برضو ان شاء الله هداية تاني نقدمها للمشاهدين النهاردة انت لحضرتك بنقول عليه الزيت الحار الزيت الحار اللي هم ناكل عرفه لوه اسمه زيت الكتان الاسم العلمي اسمه زيت الكتان علاج المرارة سهل جدا زيت الزيتون مع زيت الكتان مع زيت البقدونس الحاجات دي كلها مجونا عند ايه على الشاب ودي تركيبة عاملها وانا شغال بيها بقى لسنين وبفضل الله بيجي لناس بلحقهم من على العمليات كمان بيكتب له عملية يقول له تعالى اصبروا معي اسبوع لو القلم راح اسمع كلام المدة شهر بفضل الله في خلال شهر بفضل الله حد اقصى شهرين حد اقصى واستاذي من قبل الدكتورة بالبسط السيد برضو شغال بنفس التركيبة دي بفضل الله بياخدها قبل الاكل صباحا ومساءا بيجيب نتائج رهيبة بتفتت الحصوات بتاعت المرض طب بالنسبة بقى لمرض السرطان هل فيه تركيبات معينة؟ والله احنا بنقول لمريض السرطان رقم واحد زي ما اتفقنا التغذية مهمة جدا وفي التغذية بنقول له لازم تشرب على الريق ودي نصيحة لمريض السرطان اصلا يعافل جميع مشروب على الريق مهمة جدا اي حد مريض السرطان تابع مع طبيبك المختص خد دوائك وخد الكامل اللي بقولك عليها مفيش فيه تعارض بينه وبين الأدوية حاجات طبيعية مفيش فيها مشكلة عندك البنجر دي معلومة يمكن كتير ماعرفهاش البنجر مشروب على الريق بنجر بالرمان او ديبس الرمان لو انا ما عنديش رمان دلوقتي طالع اجيب ديبس الرمان بنجر والرمان مشروب على الريق كل يوم كل يوم لمدة ثلاث شهور وانظر ماذا طرق بالفضل الله بالنسبة للمريض السرطان كتغزية علاجات طب بالنسبة للاعشاب اللي هم ننصح بيها وشغال على السرطان واحنا بفضل الله لمسنا فيها نتائج عندنا حبة البركة رقم واحد رقم اثنين الزعتر حاجات موجودة في مطبخ اللي احنا بيش عارفين ايمتها حبة البركة والزعتر حب الرشاد الحلب الحصر تركيبة سهلة اربع حاجات نجمعهم مع بعض ونشرب منهم اي حد مريض السرطان المشروب قبل الاكل صباحا ومسال مرضوشها اللي خالص طبعا طبيبك المختص خد دواك وخد الحاجات دي معها مفيش تعارف بينها وبين الادوين للعلم انا بالفضل الله مختار اعشاب اللي هي سهلة ومفيش فيها اي تعارف بينها وبين اي ادوين كل اعشاب اللي بقولها دي بقولها عن دراسة بعيني طيب احنا هاوزين برضو الشباب ياردلنا الفيديو اللي هو الموضح لحضرتك لعمال حضرتك انا فضل الله عامل لو تسمحيلي يعني عامل صفحات على الانترنت لتعليم الناس وبس ثقافة العودة للطبيعة الموجودة عندنا اللينكات ياردلنا وفضل الله المنتجات كلها موجودة وعلى فكرة النهاردة برضو مقدمين هداية لنا المشاهدين كل تركيباتي هتزهر رسالكم مع الشاشة حالة طيب وارقام التلفونات بقى موجودة يعني برضو لحضرتك لو حد اعاوز مثلا يتواصل مع حضرتك ارقام التلفونات ارقام التلفونات موجودة ان شاء الله في القاهرة وفي بالنسبة لأهلنا في قبلي قسيط ان شاء الله الأستاذ عبد الله ان شاء الله دي تركيبات لحضرتك برضو بتعملها تمام احنا طبعا بدأنا بمستخدرات التجميل زي ما تشافينا بقى مستخدرات التجميل طبيعية 100% بفضل الله لكل المرأة ده تدمير بقى ده ده كريم لإيه بقى ده احنا عندنا كريم الهالات وكريم التفتيح اللي هو مغلول على الشاشة اه مهما بيظهروا لو تحبها تابع على الشاشة وكلم خضرتك ماشي عندنا الكريم اللقلقة دوت بتاع تفتيح الأماكن الحساسة واي تفتيح ما كانت عاوزها وكلها مكونات طبيعية زيت الشعر الرهيب دوت من السبع زيوت اللي أخرج شايفاهم سمسم جوز الهند الزتون اللوز الجرجير الصبر الأملج اه بفضل الله عندنا كريم الملك للشعر زيت جوز الهند وزيت الخروع أنصح به لرجال والنساء رهيب جدا ما شاء الله ده كريم العسل ده معمول من العسل وزيت جوز الهند وزيت الزتون اه برضو رائع جدا في موضوع الترتيب يعني اه وماء الورد ليهم أثر كبير في موضوع البشرة وعندنا الكلف والنمش والبقعة الدقنة طبعا أهم حاجة فيهم زيت الترمس مهم جدا لده حاجات دي لا ده حضر لك ما شاء الله يعني حضر لك عندك ده موسوعة بقى في طب النبوي وطب الأعشاب وطب المديد ده دير مستخدرات يا فندم لسه لسه التركبات الدوائية اه طبعا الوقت البرنامج خلص وإحنا طبعا نساعدنا بيكم وياريت نتناول دوت ويبقى فيه حلقات قادمة إن شاء الله إن شاء الله أشكركم على الوقت الجميل اللي قبتوا معنا ده وعلى المنتجات الحلوة وعلى الأعشاب الجميلة اللي ممكن فعلا تفيد البيت المصري كله وموجودة في البيت المصري كله أرجو أن أنتوا تكونوا ساعدتوا بواقب البرنامج وإن شاء الله نتقابل في الحلقة القادمة من برنامجنا حكايات الناس وشكرا شكرا شكرا شكرا